مركب الغزالة الذهبية صرح سياحي ومكسب ثمين للسياحة في الجزائر لسيما السياحة الصحراوية التي تأخذ حيزا كبيرا ضمن الخطة الوطنية لترقية القطاع السياحي كرقم هام ضمن معادلة الاقتصاد في الجزائر مركب سياحي تابع لمجمع مهري للسياحة دشنه اليوم الوزير الأول عبد المالك سلال ووقف عند مختلف أجنحته المنتشرة على مساحة ستين هكتار وسط واحة كبيرة من النخيل تعكس روح العمارة الصحراوية الجزائرية حيث صمم وثق هندسة معمارية مزجت بين الطابع التقليدي الصحراوي الأصيل والطابع العصري العربي وثقا لمقاييس عالمية دون تجاهل الطابع المحلي الذي تتميز به مدينة الوادي المعروفة بقبابها التي تزين أسطح المنازل خصائص جعلت من مركب الغزالة الذهبية تخفة معمارية سياحية واستثمارا هاما يؤسس لنهضة في مجال السياحة الصحراوية في الجهة الشرقية للبلاد يفتح أفاقا كبير لإرساء قاعدة سياحية هامة ترقى إلى مستوى إمكانات الجزائر وتطلعاتها في المجال